نداء استغاثة دولية متتالية تدعو لإنقاذ الحياة في اليمن فالأمم المتحدة وجهت نداء دوليا يدعو لتوفير المساعدات العاجلة إلى المناطق اليمنية التي ترزح منذ سنوات تحت نير حرب أكلات الأخضر واليابس ركزت الأمم المتحدة هذه المرة في استغاثتها على القطاع الصحي في اليمن حيث ناشدت منظمة الصحة العالمية الجهات الفاعلة المساعدة في وقف انهيار النظام الصحي الذي يعتمد بشكل كبير بحسب ريك برينان مدير طوارئ المنظمة على الدعم الدولي بتقدير المنظمة الدولية فإن أكثر من 14 مليون مواطن يمني لم تعد لديهم القدرة على التمتع بالرعاية الصحية الأساسية في ظل تضرر المؤسسات الصحية جراء الحرب الدائرة التي أدت لتدمير 274 مرفقا صحيا على الأقل النقص الحاد في الإمدادات الطبية فاقم من الأزمة الصحية في المحافظات اليمنية في ظل صمت محلي ودولي قاتل ما أدى لموت أطفال ونساء بمرض سوء التغذية وأمراض أخرى كان يمكن بحسب منظمة الصحة العالمية علاجها بسهولة وليس وحده المواطن من يعاني من تدهور القطاع الصحي فالعاملون في الرعاية الصحية بتأكيد المنظمة الأممية لم يحصلوا منذ ستة أشهر على رواتبهم وبينما تكتفي المنظمات الأممية بالدعوة لتوفير 322 مليون دولار كتعزيز دعم للقطاع الصحي يقف المواطن اليمني منتظرا بين موتين موت برصاص الميليشيا وآخر برصاص الصمت والإهمال موسيقى